الأم وما أدراك ما الأم هي نموذج رحمة يتحرك بين أظهر الناس ولا يلتفت إليه أحد بإجلال وتقدير إلا من رحم الله الأم كتلة من الصبر وصورة حية للعفل والحلم أماه لو النجمات تسكب نورها أماه شلالا وكل حناجر الأطيار لو غنك موالا لو الأنسى مطافة في رحابك تنثر عطرا ما وفتك يا أماه ما وفتك مثقالا عن أنس قال ارفق النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر درجة فقال آمين ثم ارفق الثانية فقال آمين ثم ارفق الثالثة فقال آمين ثم استواف جلس فقال أصحابه على ما أمنت يا رسول الله قال أتاني جبريل فقال رغم أنكم رئن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت آمين اللهم صلي على محمد في الأولين والآخرين ثم قال رغم أنكم رئن أدرك أبويه فلم يدخل الجنة رغم أنكم رئن أدرك أبويه ولم يدخل الجنة فقلت آمين فقال رغم أنكم رئن أدرك رمضان فلم يغفر له قلت آمين قد يقول قائل لماذا الأم دون الأب قلت لا شك أن فضل الأب كبير ولكن فضل الأم أكبر قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وحصاله ثلاثون شغرا قال ابن عطية ذكر الله الأم في هذه الآية في أربع مراتب والأب في مرتبة واحدة جمعته مع الأم في قوله بوالديه ثم ذكر الحملة للأم ثم الوضع لها ثم الرضاع الذي عبر عنه بالفصال فقدرها عظيم ومكانتها كبيرة وفضلها لا يعرفه إلا الله لفضلك أمي تذل الجباه خضوعا لقدرك عرف أقيم وذكرك عطر وحضنك دفء فيحفظك رب العلي الجليل لأمي أحن ومن مثل أمي رضاها علي نسيم علي حنانك أمي شفاء جروحي وبلسم عمري وظل الظليل وبعد الله أرنو إليك إذا حل خطب وأثنى الكواهل حمل تقيل بدعواك أمي تزول الصعاب فدعواك أمي لقلبي سبيل فيا أمي أنت ربيع الحياة ولون الزهور ونبع يسيل على راحتي كم سهرتي ليال وتلوع قلبك عند الرحيم فدومي لنا بلسما شافيا وبهجة عمري وحلمي طويل ولحنا شجيا على كل فاهن فمن ذا عن الحقي منا يمين قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح الأم وما أدراك ما الأم هي نموذج رحمة يتحرك بين أظهر الناس ولا يلتفت إليه أحد بإجلال وتقدير إلا من رحم الله الأم كتلة من الصبر وصورة حية للعفل والحلم أمه لو النجمات تسكب نورها أمه شلالا وكل حناجر الأطيار لو غنتك موالا لو الأنسى مطافة في رحابك تنثر عطرا ما وفتك يا أمه ما وفتك مثقالا عن أنس قال ارتق النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر درجة فقال آمين ثم ارتق الثانية فقال آمين ثم فقط قالت فقال آمين ثم استوا فجلست فقال أصحابه على ما أمنت يا رسول الله قال أتاني الجبريل فقال رغم أنكم رئن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت آمين اللهم صلي على محمد في الأولين والآخرين ثم قال رغم أنكم رئن أدرك أبويه فلم يدخل الجنة رغم أنكم رئن أدرك أبويه ولم يدخل الجنة فقلت آمين فقال رغم أنكم رئن أدرك رمضان فلم يغفر له قلت آمين قد يقول قائل لماذا الأم دون الأب قلت لا شك أن فضل الأب كبير ولكن فضل الأم أكبر قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وحصاله ثلاثون شغرا قال ابن عطية ذكر الله الأم في هذه الآية في أربع مراتب والأب في مرتبة واحدة جمعته مع الأم في قوله بوالديه ثم ذكر الحملة للأم ثم الوضع لها ثم الرضاع الذي عبر عنه بالفصال فقدرها عظيم ومكانتها كبيرة وفضلها لا يعرفه إلا الله لفضلك أمي تذل الجباه خضوعا لقدرك عرف أقيم وذكرك عطر وحضنك دفء فيحفظك رب العلي الجليل لأمي أحن ومن مثل أمي رضاها علي نسيم عليل حنانك أمي شفاء جروحي وبلسم عمري وظل الظليل ترجمة نانسي قنقر